مفاجأة كان تأثيرها بالغاً على سالم ماذا؟ منصور؟ منصور هو جابر عثرات الكرام؟ نعم لم أكن أتوقع أنا أيضاً ولكن كيف أعرف إن كانت صادقة أم لا؟ لا بد أن أتأكد بنفسي هل كانت تلك الفتاة صادقة حقاً؟ أم أنها تبحث عن حيلة لإنقاذ والدها؟ وكيف سيتصرف سالم في حال اكتشف أن الرجل الذي يساعد المحتاجين وساعده هو أيضاً هو نفسه الرجل الذي ألقى به في السجن وهنا كان لابد لسالم أن يتأكد جابر عثرات الكرام؟ ماذا؟ أخبرني هل تعرف من هو جابر عثرات الكرام؟ جابر عثرات الكرام؟ لا أعرف عما تتحدث يا سيد الوالي منصور، منصور، لا تجبرني على ارتكاب أمر لا أريد فعله لا أفهم شيئاً مما تقول حسناً، حسناً، سأعرف الحقيقة بنفسي سيدي، اسمح لي أن أسألك سؤالاً قبل أن تسألني ماذا؟ طبعاً طبعاً، تفضلي طلبت أن أقابلك أكثر من مرة، ولم يسمح لي رغم أنك موجود في مجلسك هنا على كرسيك تستمع إلى شكاوى الناس ولكنك الآن تطلب لقائي، فما الأمر؟ لماذا تغير موقفك إلى النقيض هكذا؟ هل كان ما أخبرتي زوجتي به صحيحاً؟ أخبرتها بالعديد من الأمور، أيها تقصد؟ أنت تعرفين ما أقصد، وهو ما طلبت رؤيتك بسببه هل والدك منصور؟ هو جابر عثرات الكرام؟ سيدي، كان يحب هذا اللقب ولطالما قال إن فعل الخير هو الباقي وأن الكريم قد يمر بضائقة وليس هناك ما هو أفضل من أن نكرم الكريم نفسه نعم يا سيدي، أبي الملقى في السجن هو جابر عثرات الكرام يا ويحي، يا ويحي، ماذا صنعت يا سالم؟ هون عليك يا سيدي، لقد كنت ألح في طلب رؤيتك لأخبرك بهذا الأمر فأبي، يفعل الخير دائماً في الخفاء، ينقذ الكرماء ويكرمهم ولا يعرفونه يا ويحي، وأنا سجنت من أنقذني، وأهنت من أكرمني وحان الوقت ليستعيد منصور حريته سامحني يا منصور أسامحك، أسامحك على ماذا؟ أنت لن تخطئ قابلت ابنتك وأخبرتني بكل شيء يا منصور يا جابر عثرات الكرام ما، ما، ما هذا؟ قيدني، قيدني مثل ما قيدتك يا منصور أنا من يستحق البقاء في السجن، وليس أنت وأنت، أنت من يستحق الولاية، ليس أنا أخبرتك أنك لم تخطئ أنا، أنا رجل عجز عن سداد ديونه فسجنته ما الخطأ في ذلك؟ لا لا لا، لم تعد هناك ديون يا منصور لقد سددت عنك كل ديونك آه، إذن لم أعد مديناً لكل هؤلاء صرت مديناً لك أنت فقط لا لا، بل هو دين قديم أسدده أنا لك وجزاء أستحقه لأنني لم أقتد بما فعلته معي